موسيقى نتساءل عضو الكونغرس الامريكي السابق عن الحزب الجمهوري رومبول في مقال نشره في المجالة الالكترونية عن الهدف الامريكي من الاعلان عما ترسله ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن من عربات مسلحة ودبابات ابرامز المتطورة لاوكرانيا وهل ستنتقل من نقل الدبابات الى نقل الطائرات ثم الوصول الى حافة حرب نووية مشاهدين بعدما تسأل عضو الكونغرس الامريكي السابق رومبول نشر تحسين الحل بمقالا على صحيفة الوطن السورية يقول ان الغاية من نقل كل هذه الدبابات والمعدات الحربية الامريكية والاوروبية قد يكون بهدف تخزينها في أوكرانيا في الوضع الراهن الذي لا يعد حربا مباشرة مع روسيا بانتظار استخدامها من قبل الجنود الامريكيين ان تطورت الحرب الى حرب عالمية بين حلف الاطلسي وموسكو لان تدريب الجنود الاوكرانيين عليها سيستغرق بمجاب رأي خبراء شهورا قبل قيادتها في ارض المعركة وهناك هدف اخر من الاعلان عن كل هذا الدعم العسكري والامريكي المباشر وهو محاولة زيادة قدرة الردع المتآكلة للغرب بعد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو على الولايات المتحدة والغرب في صحة الحرب على اراضي أوكرانيا خلال السنة الماضية اخر من ارسال كل هذه الدبابات من واشنطن واوروبا بحسب الكاتب هو محاولة استعادة الغرب لما احتلته روسيا من اراضي داخل أوكرانيا وخاصة اذا كانت النية تتجه نحو استعادة شبه جزيرة القرم التي اصبحت جزءا من السيادة الروسية فهذا الاجراء الغربي الهجومي قد يؤدي الى حرب عالمية لان موسكو هددت بانها سترد بكل ما لديها من قوة على اي محاولة من هذا القبيل مشاهدين في الختام اشر الكاتب الى ان الولايات المتحدة هي التي تحقق الارباح من هذه الحرب بغض النظر عن نتيجتها فقد كشف برادلي ديفلين في تحليل في مجلة انتيور ان اكبر المستفيدين من استمرار الحرب هو الولايات المتحدة الامريكية التي اعدت مصانع الاسلحة لتحقيق ارباح خيالية خاصة ان نسبة كبيرة من الاسلحة التي تستخدمها دول حلف الاطلسي من مصادر امريكية ومن هنا ظهرت مؤشرة تبرز تضمر دول اوروبية من سيطرة القرار الامريكي الهادف الى استمرار الحرب ومنع المفاوضات بين موسكو وكييف يقول تحسين الحل في مقاله بجريدة الوطن السوري وبهذا نكون مشاهدين قد وصلنا وإياكم الى ختام موضوع اليوم نلتقي في فقرات اخرى اشتركوا في القناة